السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نتكلم معكم عن كوس اللحام. اول حاجة عندنا هنتكلم عليها اللي هي مبدأ كوس اللحام او مكينة كوس اللحام اللي احنا بنسميها مكينة اللحام بالكوس المعدني المحمي. اول حاجة طبعا مكينة نفسها بعد كده بيبقى ملحقات اللي هي بيبقى عندي بنسة اللحام او بنسميها بنسة الالكتروض او ماسك الالكتروض وبعدين بنسة الارضي او ماشبك الارضي والشغلة اللي احنا هنشتغل بيها دول الاساسيات اللي احنا ممكن نعمل بيهم وصلات اللحام المختلفة. بعد كده المفترض ان هي بقى عندي ازاي ابتدي اعمل خط الحام كويس تحت الشروط معينة. بنسميها شروط اللحام الجيدة. ازاي ان انا بحافظ على زاوية الميل واتأكد ان الالكتروض سليم عشان اجري بيه عمليات اللحام او وصلات اللحام المختلفة. وطبعا كل نوع من انواع الوصلات ليه آآ ظروف وليه شرح الوصلة التقابلية غير التراكوبية غير آآ الوصلات التصعودية والتنازلية وغيره من انواع اللحام المختلفة بالنسبة لماكينة اللحام بالكوس الكهربائي. اول حاجة هنتكلم عليها هي القطع او ملحقات المكينة. اول حاجة عندي هي ما نفترض ان المكينة نفسها كماكينة اللحام بالكوس الكهربائي. بعد كده نفترض ان عندي الكابل والنهاية بتاعته السوكت. بالنسبة للبنسة اللي هي آآ بيتحط فيها الالكتروض. وبعندي بعد كده الالكتروض نفسه. طبعا شكل البنسة بيختلف من المكينة التانية. بعد كده بيعندي مجبك او بنسميه بنسة الارضي. وعندي المكينة ديت آآ عبارة عن موحد موجود قدام حضراتكه آآ زائد ونائس. وطبعا انا بخلي الالكتروض في السالب اللي هو وبخلي الارضي في الموجب اللي هو كده انا خليت الدايرة او خليت القطبية بتاعتي قطبية مباشرة. وزي ما قلت لحضرات كم مفترض ان بيقبى في عندي شروط خط اللحام من ضمنها ازاي بحافظ على الصغر الهوائية لا تزيد عن تلاتة ميلي بينها وبين الشغلة. هنتكلم دلوقتي آآ ايه الخطوات اللي المفروض احنا نتخذها عشان اعمل آآ وصلة لحام او خط لحام كويس زي ما قلت لحضراتكم لازم يبقى موجود عندي المكينة نفسها. بعد كده موجود عندي بنسة بتاعة الارضي. والبنسة بتاعة الشغل اللي انا البنسة بحط فيها الالكتروض او ماسك الالكتروض. وزي ما حضراتكم شايفين هو وصل بنسة الالكتروض على السالب ووصل بنسة الارضي على الموجب. كده يبقى انا هشتغل تحت بند القطبية المباشرة. ولو عكاست هتبقى قطبية بالنسبة لي آآ معكوسة. القطبية المباشرة عشان اخلي الجهد قوي على المعدن او الشغلة. قطبية المعكوسة عشان لو عندي صغ خفيف مش عايزة اخلي الجهد او الطيار عليه كتير فبعكس القطبية عشان آآ اقدر احافظ على ان اه اعمل لحام كويس. آآ طبعا زي ما قلنا المفترض ان انا آآ عارف ايه هي شروط خط اللحام. السرعة مثلا المنتظمة الصغرة الهوائية عدم الميل على احدى الجنبين. كل دي شروط ممكن تراجعوا فيها فيديو صابق لهذا الامر. بعد ما بخلص طبعا مفترض ان انا بنضف. نضفت الخبس. شلت الخبس بتاع البودرة بالشكوش الرشمة او شكوش البودرة وبعدين نضفت بالايه بالفرشة السلد. هنا هو عايز يقول لي ان جودة اللحام دي بتفيدني بان انا بقدر آآ اخش اعمل تصنيعات او بعمل مشغولات كتيرة جدا سواء في الانشاءات المعدنية او في اللحمات البترولية والمستودعات والآآ اوعية الضغط وغيره من اللحمات وانا لما بحقق شروط خط اللحم الجيد آآ بيبتدي بعندي الملاحظات او العيوب بتاعت خطوط اللحم قليلة وده طبعا بيظهر لما بيحصل كشف على آآ وصلات اللحم عن طريق الاجهزة المتخصصة لذلك اتمنى يكون فيديو اعجابك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته